اكد سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على اهمية الانشطة والفعاليات التي تستهرف تحفيز قيم البذل والعطاء في المجتمعات العربية والتحفيز على تسخير الطاقات والامكانيات لخدمة الانسانية مشيدا سموه بالمبادرات التي يتبناها سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة في ابراز العلامات المضيئة في مجالات العمل التطوعي بالمجتمعات العربية ومن اهمها جائزة الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي جاء ذلك خلال حضور سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لحفل توزيع جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي الذي اقيم تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة ونظمته جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع بحضور عدد من كبار المسؤولين بالمملكة وضيوف الجائزة من داخل وخارج البحرين وفي كلمته امام الحفل تقدم سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالشكر والعرفان الى القيادة الرشيدة على توجيهاتها بان يكون للقطاع التطوعي دور بارز في التنمية المستدامة مضيفا ان رعاية سموه لهذه الجائزة العربية تجيء كترجمة لفكري وتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير الوالد خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي اسس قواعد راصخة للمسؤولية الاجتماعية وساهم تشجيعه الدائم في امتداد الجائزة من البحرين الى الخليج العربي وسائر ربوع العالم العربي واكد سموه ان همية جائزتنا العربية لا تقتصر فقط على فتح افاق رحبة للشركات التي تخدم الاوطان والمجتمعات وتحصن جيل الشباب من مستنقعات السلبية والعنف بل تتمثل ايضا في تحفيز العمل التطوعي وايجاد القاعدة الراسخة له من مختلف شرائح المجتمعات العربية من جهته قال السيد حسن أبو هزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع ان هذه الجائزة العربية المربوقة ترتكز على مبدأين رئيسيين هما التقدير والتحفيز وذلك من اجل تطوير البنية التطوعية التحتية في العالم العربي من ناحيته كشف السيد محمد العصفور نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع عن الانجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي وفي مقدمتها تنظيم دورتين سنويتين من جائزة عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي والاتفاق مع مسؤولي الجامعة العربية على ان يكون للاتحاد دورا رئيسيا في العقد العربي للمجتمع المدني الذي اطلقته الجامعة الفين وستة عشر الفين وخمسة وعشرين ميلادية وشهد الحفل تكريم سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة راعي الحفل للفائزين بدرع الجائزة والفائزين في مسابقة افضل مشروع تطوعي بحريني كما تم تكريم جائزة الشارقة للعمل التطوعي كما تم عرض فيلم وثائقي عن جائزة عيسى بن علي آل خليفة في شقيها التكريمي والتواصلي وخطط التطوير المستمرة على مدار الأعوام الستة الماضية امتلاك سمة روح المبادرة نحو خدمة المجتمع دون مقابل خاصية تنطلق منها العديد من المفاهيم السامية التي ارتبطت مضامينها ارتباطا وثيقا بمعايير تطور المجتمعات ومدى وعيها وتفاعلها مع مختلف القضايا التي تهمها النسخة السادسة لجائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي تأتي كعادتها لتؤكد على ضرورة التمسك بالعمل التطوعي لكونه يسهم في تنمية المجتمعات العربية على وجه العموم وتحفيز أفرادها على الإبداع ورفع قدراتهم من باب الخصوص أن العمل التطوعي اليوم يعتبر ركيزة هامة في العمل المائي وتعزيز الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي بين المواطنين نظرا لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بمعاني التكافل المجتمعي القائم على العمل الخير وخدمة المجتمع تشجيع المبادرات التطوعية في مملكة البحرين وأيضا إبراز الدور ومساهمة الرواد العمل التطوعي في الوطن العربي نحن نحاول نحطهم كنماذج مضيئة يقتربهم الشباب تكريم فرسان التطوع العربي بدرع الجائزة الثمينة ما هو إلا رد الجميل لهم على ما قام به من جهود مضنية على مدار أعوام طويلة في ميدان العمل التطوعي دون أن ينتظر أي مقابل كان تكريم يظهر الصورة الإيجابية لعظيم أفعالهم التي من الواجب أن يحتذا بها من قبل جميع فئات المجتمع وخصوصا فئة الشباب الذي يقوم بالعمل الطوعي هو لا ينتظر جائزة لكن التشجيع الفاعلين المدنيين بهذه الطريقة هو من المحفزات التي تشجع وتنجح هذه المبادرات التي يقوم بها البعض وتساهم كذلك في توسيعها وبتها ونشرها داخل المجتمع هذا التكريم له معاني كثيرة وأول معانيها وهو تشجيع العمل التطوعي خاصة بين الشباب في الوطن العربي ومنظمات المجتمع المدني أيضا شروط تم أخذها بعين الاعتبار ليتم من خلالها تحديد هوية الفائزين بدروع جائزة الخير هذه ركزنا في البداية على أهمية المشروع أو شنه المشكلة اللي خلاتنا يفكرون بهذا المشروع بعدين فكرنا في الفئة المستهدفة حتى ما تكون مثلا فئة محددة فئة أو محدودة أو فيها فئوية جدا ضيقة وبعدين فكرنا في تطبيق المشروع شنه الأثر اللي تركه هذا المشروع والأهم إنهم يقدرون يحددون التحديات لواجهتهم وكيف تقلبوا على هذه التحديات جائزة الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي تعزز الثقافة التطوعية المنظمة والمستدامة فهي من استطاعت تحفيز الشباب على العمل الخيري رغبة منه في أن يكون رقما ماثلا أمام العمل الإنمائي المتنوع هي استحضار للخير الذي تدخره النفوس بداخلها وهي استثمار المدروس يخاطب تلك العقول الراقية التي تؤمن بالعمل التطوعي في إحقاق مبادئ التكافل المجتمعي باعتباره المنارة التي تستدل بها الشعوب سبيل رفعتها ونمائها فليس من الضروري بمكان أن تكون المصلحة الشخصية هي الدافع وراء كل إنجاز لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر شكرا